خلو منصب رئيس مجلس النوان يعرقل قرارات وإجراءات سلطة تشريعية؟ يعني أنا قد أقول هناك حلقة وصل بين ما يجري في داخل البرلمان على ما يجري في الساحة السياسية واحدة من حرب الزعامات دعني أسميها اللي دنشايتها واللي على أثرها بدت تظهر هاي بعدن جز ما حاشين على ملفات الفساد المخجلة والمعيبة للمعلومة في أغلب بلدان العالمة التي يشوبها الفساد طبعاً مو كل الدول بها فساد بس أكدوها النوعاً ما بها فساد غالباً ما المواطن يحاول أن يجهزها فد مجموعه يا تسمى بالمصفوم الدارج عصابة لتسرق الدولة شوان تسرق الدولة؟ تروح لها على مصرف تروح لها على فد مجمع بأدوات وتكسر الباب وتسرق بالحراق الحالة بالعكس الدولة هي اللي تسرق رجل الدولة بما فيها حتى المؤسسة العسكرية وهي طبعاً تقارير مؤانئة اللي قصدها انتهسة تقول الدولة تسرق المواطنة؟ نعم تسرق المواطنة وتسرق الدولة لأن هي بالتالي الدولة مولها لأموال أموال أموال الشعب وحتى النفط والغاز وملك الشعب والشخص متنفذين متنفذين من الرعي للأول طيب أنا دعا أقول لك إياها والمادة خمسة من الدستورة تقولها الشعب مظهر سلطة للقانون صح والشعب مظهر سلطات وشرعيتها إذن هاي الأموال اللي تسرق هي مو أموال النائب الفلاني ولا الوزير الفلاني ولا حتى رئيس الوزراء ولا حتى رئيس الجمهورية طيب أموال وده تشوف التالي ومعاناة المواطنة العراقية وده تطلع جمع من الطلاب خريجين المعاهد والكليات الطبية والصحية وده يقابعونه هاي قمعوهم قمعوهم بس هسعالجوا موضوعهم يعني إحني يعني إلا يعاقب يا الله إلا يأذي يا الله بعدين لسه سغير هاي حكومة الخدمة نشعالك يا خدمة ماكو خدمة الله لا يوفقنا على هذه الخدمة يا خدمة رحمة الأبو زير أستاذ علي بالنسبة لمراقبين الشأن السياسي عللوا سبب الإخفاق الحكومي أكو ضغوط تتعرض لها الحكومة من مين تتعرض من قبل مفهوم المحاصصة إيش طلعتها المحاصصة إيه هذا إنت رأيك شنو أكو هي تشي لو هذي دعايات يعني يعني ما دري يحضر من بيالشعر بس شوية مولا أقنقى على مسابع المشاهد هذا المحتل الملعون من إجه بما يسمى بلبنة العراق يعني لبلنة من لبنان طيب خلي ما يجر على العراق مثل ما سواه بلبنان الرئيس من دولة العفو من مذهب أو مكون ورئيس الوزراء ورئيس البرلمان على اختلاب باعتمال هم وعتم هناك نسبة مسيح فصار رئيس جمهوريتهم يجب أن يكون مسيحي ورئيس برلمانهم شيعي ورئيس حكومتهم سني نحن اتغيرت الأدوار صار الكردي مكان المسيحي لكن مع ذلك تشوف أكو فرق بين ما يجر على أرض لبنان وما يجر على أرض العراق لأنه أكو هناك أزمة اقتصادية ونحن هنا مصدر لأربعة مليون برمين نفط يوميا فبالتالي ما عدنا أزمة اقتصادية شوف واحدة من أعمدة بناء الدولة هو الاقتصاد الدولة بيش تنمو تنمو باقتصادها تنمو بمبيعاتها للنفط فبالتالي احنا ما عدنا مشكلة بالبناء لكن احنا عدنا مشكلة من يقوم بالبناء احنا ما عدنا مشكلة مشكلتك باختيار الشخص الشخص وما عدنا مشكلة بكثرة من يهدم انت حضرتك مهندس ومقاول وده تبني بهذا الجدار وخمسين واحد من اتجاه الآخر ده يهدمون به طبعا هذا ما راح يوضح لك فتشي راح يصير الهدم أكثر من البناء فبالتالي احنا كل هده تهدم البرلمان يهدم وبسلطة تنفيذية يهدم ممن يهدم البرلمان بالامتيازات قصدت لا عبك من الامتيازات هو يستحوذ هسا احنا اليوم أنا من خلالك أريد أسمي أي استثمار جنا نقول بعض الاستثمارات لكن انا اؤكد لك كل الاستثمارات هو فساد هو سرقة اموال ليش لأن كل الاستثمارات العالم وحنا احنا امرنا طويل وشوفنا واطلعنا وبما فيه كان العلاق بالسبعينات ايضا كان عنده استثمارات طيب لكن على المستثمر انه يجيك المستثمر وشاير جنطة ما لفلوس يتلقونه يقولوا ليابا هاي الارض وانت تبنينا هسا مرة يكون مجمع مرة يكون مثل ميريدان وشيراتون هذا بنى بالاستثمار امواله يبني ويجيب كوادر ها ومن ضمن الشروط ايضا كوادر لازم العمل تكون من الراقيين هسا المجمعات داخل المدن احنا نريدها خارجها هستشراح المصيبة شنو يجيك المستثمر مدلل هذا ساويس نجيب ساويس خبصة والدنيا بيه نجيب ساويرس ساويرس رئيس مال شركته اربعة مليار احنا سياسي فاسد خربط عدة عشرة مليار فمرقتنا على زيانك نجيب لوحد عما ستبقل تعال استثمر بلدك زيان انت جيبه تبطي الارض وتبطي قرض ويحدد سعر الوحدة السكنية حسب مزاجه اذا وين الاستثمار انت هذا نهب بس انا متيقن هاي الشركات التديجي ولهذا انا مصر على كلامي اقول كل الاستثمار هو صار حلقات فساد النوبة اضافونهم فقرة جديدة هاي استثناء من الاستثمار لان الاستثمار على اساس بيه شروط وقواعد انطول كل وزير كل رئيس كتلة كل رئيس حزب ان يستثناء من هذه الفقرة يعني استاذ علي التليد قصده يعني مثلا يعني مجلس الوزراء ما عده معايير وفقه يتخذ خطط استثمار وغيرها لا ما عده معايير شلون لعد شون جاي تمشي باي طريقة لانه ما جاب شخصية سياسية الاقتصادية ها عيني وخلاها على هذا الباب ما عدنا قاعدة الرجل المناسب في المكان المناسب وبالتالي شون اقول مني ان اجيب ازرار لزي جهدها انا مني ان اجيب لهم الشخصيات الاقتصادية اللي كانت في العراق زي اشتركوا في القناة